يقول السائل ما هي الطريقة الشرعية التي يجب أن تتمثلها المرأة في كلامها في الهاتف مع غيرها من الرجال طريقة أن تتكلم بكلام عادي ليس فيه ممازحة وليس فيه إطماع للرجل بها قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف يعني كلام عادي ما فيه طمع لصاحب الريبة أو صاحب الشهوة وإنما تكلمه بكلام عادي بقدر الحاجة إذا سألها عن شيء تجيبه إذا سلم ترج عليه السلام ويكون بصوت معتاد نعم